تقلصت الأراضي الزراعية في منطقة الشاخة بقضاء المغدادية في محافظة ديالة وتوسعت الصحارة فيها بسبب قلة المياه وعدم وصولها للمنطقة منذ أشهر الأمر الذي بات يهدد وجود جميع الكائنات الحية في المنطقة نحن مناطق أطراف المغدادية وبالتحديد منطقة الشاخة نعاني من قلة المياه يعني من الشهر الثاني الماء نقطع عدنة مي إسالة ماكوا نهائيا هذا لا تحكين به مدوننا بوار كلاوات أبار أربعة ما وصلنا مي أبد ولا شايفين أبد أما مياه السغي من الشهر الثاني استخدمنا الأبار والمطارات مي ماجئ حسي يعني إذا تطلع لجنة شوف الزراع كلمات بسبب التجاوزات اللي صارت على منطقة الشاخة في هذه المنطقة التي فقدت الماء سر الحياة بات الموت صاحب الكلمة بعد أن جفت معظم الأراضي وأكلها التصحر وبات الإنسان وكل الكائنات الحية في المنطقة يأنون من العطش والجوع والأمراض نعاني من الماء ماء ماكو هل يشوفون زرعنا مات قنمنا ماتت جهانبية حكة الزرع مات وما عندنا مكانية نشتري غاز نسقيه البرميل 125 من عدها كروة السيارة ذاكوا وطلوا علي كشف خسرنا ملايين الدنانير ومات الزرع انقطاع المياه عن منطقة الشاخة دفع غالبية سكانها لترك أراضيهم الزراعية وبساتينهم والهجرة إلى مركز المدينة بعد فقدانهم الآمل بأي تحرك لسلطات الحكومية في إيجاد حل لأزمتهم الكبيرة ما عندنا قطرة ماء ببيوتنا معتمدين على بار وليبار جفت كل شي ماكو راح نشيل ونعوف زرعنا مات علي من عايشين حلالنا مات ما ظل علينا شي تلاحقوننا الناشط كل شريف بالعراق ترى موتنا راح نعوف ببيوت لنمشي حلالنا موت حلالنا عشر كيلوات وتعالوا شوف اللي واني نروح حتى النار ده حتى النار ده حلالنا عشر كيلوات نروح النار ده لما يصل لبيت عدشان حلالنا راح جغلنا بهم حكة هذا نهر هذا احنا بدياله غريبين على الصدور هاي وضعيتنا هذا المبطط هايانا اش قصر ما جاري بيه ماء صارت تتشير ماكو ماء تتشير ما جاري بيه ماء بارده راحة العبار راحة عميك عمي راح نعوف ببيوت لنه راح نهاجر وما زاد الطين بالله في المنطقة هي التجاوزات المائية التي حرمت الكثير من المناطق من نعمة المياه بزعنا طقت رواحنا الشاخة ما تصال إلا معدودة الشاخة معدودة الماء ما لها معدود وتجاوز تجاوز عليها بأكثر يعني بشكل وإلى أن تزول محنة العجز الحكومي في إيجاد الحلول لأزمات العراقيين يبقى أهالي منطقة الشاخة رهينة هذا العجز الذي بات يهدد كل أشكال الحياة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر